قل للذي أضناه للمجد السهر يوم السعادة عندما تجني الثامر قل للذي أضناه للمجد السهر يوم السعادة عندما تجني الثامر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وله أحبة الكرام ها نحن معكم في حلقة جديدة من زاد القلوب وهي الحلقة العاشرة بإذن الله مع فضيلة الشيخ سالم جابر حياك الله شيخنا مرحبتين أستاذ خير الله يسلمك شيخنا شيخنا اليوم نريد أن نتكلم عن خلق جديد وهذا الخلق خلق عظيم من أخلاق الإسلام الذي دكن عليه وجعل له مثابة ومقاما عظيما ألا وهو خلق الحياء فما هو الحياء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين على عتبة بابه مناخ الزهاد وفي بحار لطفه تسير مراكب العباد والصلاة والسلام على النبي الأواب أما بعد الحياء كلمة قليلة الحروف لكنها تحتمل معاني عظيمة وخلق النبيل ومرتبة عالية ومقام رفيع التعريف قد يحدد ولكن بعض التعريفات أو بعض الكلمات هي أكبر من تعريفها وأعظم من أن تحد في صدور لأنها ذات قيمة عالية ومتنوعة ومتداخلة في كل مناحي الحياة فالتعريف بالنسبة للحياء لغة هو الحشمة وضد الحشمة الوقاحة والحياذ بالله تعالى وهي الإنقباض والانزواء يعني هو أصلا خلق نفسي أو انفعال نفسي بسبب شيء معين يحصل في النفس وأما في الاصطلاح هو انقباض النفس من شيء وتركه حذرا من اللوم فيه وابن حجر له تعريف مال إليه كثير من العلماء ابن حجر أعني العسقلاني صاحب فتح الباري قال الحياء خلق يبعث صاحبه على اجتناب القبيح فالأصل هو صاحبه يجتني بالقبيح كأن الحياء كلما لح له قبيح برز وصده ومنعه وحال بينه وبين صاحبه وهو سريع يأتي إذا لح القبيح أو ظهر يمنع من التقصير في حق ذي حق وهذا حقيقة يعني تعريف جامع ومانع وشامل لأنه لم يحدد من هو صاحب الحق فهناك حياء من الله وحياء من نفسك وحياء من ملائكته وحياء من نبيه وحياء من الناس نعم على قدر المراتب طبعا طبعا شيخنا نريد أن نتكلم عن لماذا هذا الخلق خلق الحياء هو خلق جامع ويعتبر من أسمى وأشرف الأخلاق وهو يعتبر يعني خلق محوري فالنبي صلى الله عليه وسلم هل له حديث في ذلك أولا لماذا هذا الخلق الإجابة تكون لماذا هذا الخلق يعني سرى في جميع الفضائل والأخلاق ودخلها الحديث المشهور الذي يحفظه كثير من الناس الإيمان بضع وستون شعبة أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق ثم يكمل النبي صلى الله عليه وسلم والهياء شعبة من الإيمان انظر أين وضعه بين أعلى شيء وأدنى شيء ولم يذكر خلقا غيره ما سمى خلقا غيره إلا هو لأنه يعلم أنه ينتشر والحديث الثاني الذي أخرجه الإمام مالك في الموضة وإن كان البعض أحسنه وهو يقال أنه من المرسيل هو إن لكل دين خلق وخلق الإسلام الحياء خلق الإسلام نعم خلق الإسلام الأول خلق الإسلام الذي لا يفارقه هو الحياء وهناك إجابة أخرى أو دليل ثالث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم الحياء قرين الإيمان قرين قرين الإيمان لا يرفع أحدهما أو إذا ارتفع أحدهما ارتفع الآخر وهو حديث حسن أيضا خرجه ابن ماجة أو غيره ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن الحياء متربع على عرش الأخلاق وأن الحياء لصيق بالإيمان لا يفارقه لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن نعم ما دام الإيمان موجودا إذن الحياء موجود لماذا لا نفعل القبائح؟ حياء والأصل في الخلق مع كل الناس والحياء تخيل لو حجبنا الحياء قليلا ما الذي يحصل؟ لو حجبناه زمنا تتحول السرقة إلى اعتداء وغصب علنا نهب ولا تصبح كلمة اختلاس الزنا إذا كان فيه شيء من الاختلاس يصبح علنا كل شيء تصبح الأخلاق السيئة مرئية في الشارع للجميع ما الذي يجعل الآن على بعض المعاصي سترا؟ يفعل المعصي ولكن لوحده ويخلو شيء من الحياء بين العاصي وبين الناس يراعيه هو فلا يفعل لو ارتقى هذا الحياء بينه وبين الله إلى هذه المرتبة لما عصى الله حتى لوحده ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما سألوه عن الحياء وكيف يكون و قال استحي من الله كما تستحي من الرجل الصالح في قومك سبحان الله وهذا تدريب قد يقول قائل هذه حقيقة يعني سلوك خلقي نفسي يصعب تحديده والكلام فيه كيف أعرفه؟ فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم بنموذج سهل ومشاهد عند كل الناس لا يوجد قوم إلا وفيهم رجل صالح تأكيد ويحترم ويقدر فقال له استحي من الله كما تستحي من الرجل الصالح في قومك ولذلك يعني أحدهم سأل على موضوع شرب الخمر أو الزنا وقال عادة لم أستطع أن نتخلص منها فقال له أحد المشايخ افعل لكن افعلها أمام والدك وأمك قال كيف؟ لا أستطيع قال أيهما أعظموا خالقك ورازقك ومعاقبك أم والدك وامك؟ سبحان الله فلذلك الحياء منتشر في كل شيء ما نراه الآن من ستر عن المعاصي هو الحياء ما نرى بعد الناس عن المحرمات هو الحياء ما نرى احترام الصغير للكبير وتوقير الأم والوالدين وتوقير العلماء سببه الحياء ما نرى في توقير ذي الشيبة في الإسلام سببه الحياء ما نرى خجل الإنسان أن يضرب أخته أو يضرب زوجته لأنه يرى هي أعظم من ذلك سببه الحياء نعم شيخنا الحياء هو الحشمة نعم هل هناك ارتباط ما بين كلمة تحشم يعني بالدارجة عندنا تحشم وعيب بكلمة الحياء التي هي مطلوبة في الإسلام والإيمان نعم كان هناك صمام وأمان لبعض الأخطاء ولبعض الكبائر ولبعض القبيعات في مجتمعاتنا في مجتمعاتنا العربية جميعا وخصوصا مجتمعنا الذي عشت فيه كانت كلمة عيب هذه سائدة الصبي يربى ويزجر بكلمة عيب نعم والمستهتر يربى ويزجر بكلمة عيب تحشم الكبار يعني حتى لو لم يكن ملتزما دينيا لكن عنده صمام أمان في أن لا يلقي نفسه في القبائع والرذائل التي تخدش الحياء فلا يفعلها لا يفعل حتى التدخين لا يدخن أمام الكبير كان لا يمكن ولا يدخن أمام معلمه ولا يدخن أمام إمام المسجد ولا يدخن أمام العالم لماذا؟ هو ليس مهتما بقضية التحليل والتحريم وإنما هو مهتم بماذا؟ مهتم بقضية عيب الكبير لا بد أن يوقر فهذه الكلمة بدأت تنتهي وتتلاشى فلذلك نجد الجرأة الآن على المنكرات والقبائع نجد الجرأة عدم التوقير لأهل المقام أهل المقام العالي هذه الجرأة كأن الحياء انسحد وحل محل الهوى ما تريد الحرية الزائفة التي صدعوا بها رؤوسنا وللأسف من استعبدنا هو الذي يريد أن يعلمنا الحرية من استعمرنا هو الذي يريد أن يعلمنا الديمقراطية من أذلنا هو الذي يريد أن يعلمنا العزة فبعض وخصال الناس كانت يعني فيها شيء من الخير والأحياء حتى عند أهل جاهلية موجود نعم يعني هند بنت عتبة ماذا قال عندما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤمن قالت آمنت في البيعة أن لا يشركن بالله شيئا عندما قال ولا يزني فماذا قال وهل تزنى الحرة يا رسول الله وهي بداية كيف أسلمت الآن هل تزنى الحرة لا يمكن لماذا شرفها ومقامها يمنعها من أن تقع في هذه الفاحشة ولو لم يكن لها دينا يمنعها سبعان الله فكيف إذا جاء دين واضح بين في المنع مع ذلك الخلق الفطري خلق الحياء والله أجمل صورة للحياء وأحسن صورة في الكون للحياء هو حياء المرأة نعم لن تجد هذا الثوب في المعارض ولن تجده في الأسواق ولن تجده عند الخياطين إنه ثوب أنهيا نعم شيخنا سبحان الله مع أن يعني شيابنا وعجايزنا وأبائنا ومهاتنا كانوا مركزين على خلق الحشمة والعيب هذه ولكن لم نجد منهم عالما ولم نجد منهم فقيها ولم نجد منهم خطيبا وإنما كانت هذه السلوكيات تخرج يعني هكذا عفوية هل يشترط في تركيز أو التدكين على خلق الحياء العلم والمكانة الرافعة في التعلم هو أولا الحياء فطري وكسبي ما كان عند الناس الأوائل هو حياء فطري فطري نعم لكن إذا دعمناه بالكسب أصبحنا قد عملنا لهذا الخلق سياجين السياج الأول فطري لا تستطيع القبائح ولا الفضاح أن تقتحم عليه نعم يعني لم يسمح بالمجاهرة بالمعاصي لأن العدم فيها كليا الحياة فعند ذلك تصبح هذا الخلق مصان في النفوس لا يستطيع أحد أن يتجرأ عليه لأن الفطري قد يجد منحرفا بعلمه فيجعله أمرا جائزا فتأتي الشريعة لتصون بل يجعله النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم من أعظم الخلق نعم شيخنا هل الأمم السابقة التي سبقتنا كان لديهم حياء نعم هل هناك مقولات في ذلك نعم حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان من كلام النبوة فيما سبق إذا لم تستحي فاصنع ما شئت سبحان الله وهذا والله حديث عظيم يدور معك أينما درت إذا دخلت في السياسة يدخل معك من يجعل مقابر ويدفن الناس أحيانا أحياء يدفنهم وهم أحياء يموتون تحت التراب وليس فوق الأرض يتقدم ليكون ولي أمرهم من يهدد بقطع القوت وقطع الماء وقطع الأرزاق يتقدم ليكون رئيسا ما معنى ذلك لا يوجد حياء إذا لم تستحي فاصنع ما شئت دخلت معك هنا أو لا دخلت في الاقتصاد تجد أكثر السراق من عندهم مال كثير وزير ويسرق ورئيس دولة ويسرق هل هو محتاج؟ ولذلك لو بحثنا على أرصدة رؤساء الدول في العالم ستجد دولة فقيرة جداً رصيد رئيس الدولة وصل إلى سبعين مليار الخاص به أنا ينفع هذا الكلام إذا لم تستحي فاصنع ما شئت شعبك يموتون جوعاً وأنت عندك هذا الرصيد رئيس يكذب تدخل معك إلى العلماء الذين يلون أعناق النصوص لياً لتتمشى مع أهواء الطغاة والجبابرة فتقول له أن تعالم وتحفظ القرآن إذا لم تستحي فاصنع ما شئت تدخل معك لقارئ يرتل صوته عذب كأنه مزمار لكن النفاق قد عشش في رأسه بلسانه يتلو وبلسانه يسب أهل الإيمان وأهل القرآن وأهل الدين ويشتمهم ألا تدخل معك وتقولها علناً حتى لو لم يقلها لسانك يقولها حالك إذا لم تستحي يا فلان فاصنع ما شئت فلذلك تقال للمرأة الآن إذا دخلت المدارس والجامعات والأسواق ماذا ترى ماذا تقول إذا لم تستحي فاصنع ناشيت الله نحن يعني في هذا الخلق وقعنا في مأزق عظيم أفراحنا عري كأن الفرح لا يقام إلا إذا تبرجت النساء وأصبحت العورات مكشوفة هل الخياط عنده صفة الحياة هل صاحب الفرح عنده صفة الحياة هل الأم والأب عندهم صفة الحياة هل هذه الفتاة المتبرجة عندها صفة الحياة فلنبحث ولذلك أسمح لي في هذه الأبيات إذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستح فاصنع ما تشاء فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياة فالأمم السابقة هذا نص قديم أكده النبي صلى الله عليه وسلم لماذا يذكره النبي صلى الله عليه وسلم ليؤكده ما دام ذكره المصطفى صلى الله عليه وسلم إذن نأخذه على أنه خلق قديم وأنه خلق أيضا يحبه الإسلام بإقرار الرسول صلى الله عليه وسلم له شيخنا بما أننا ذكرنا الأمم السابقة هل لآدم عليه السلام قصة مع الحياة نعم المعصية دائما تريد أن تقضي على الحياة الزنا يقضي على الحشمة في العرض السرقة تقضي على العزة في المال السارق يصبح خلاص ثمة المالية انتعد فلما أكل من الذي حثهم على الأكل إبليس إلى أي أمر يريد أن يصل إبليس إلى العري لذلك لم تذكر نتيجة من نتائج أول نتيجة ذكرت من نتائج المعصية ما هو فلما أكل مباشرة بدت لهما سوآتهما ظهرت السوء ظهرت العورة فماذا فعل هل الحياة كان ميتا أم نائما أو موجودا نحن نريد حارسا على الفضيلة وحارسا على الدين من هو الحارس الحياة فأتى الحياة بسرعة في تلك اللحظة وأخذ آدم يلتقط من أوراق الشجر من أعلى الشجر ويضعه على عورته ويستر كذلك عوى طفق يخصفان عليهما من ورق الجنة ما الذي دفع آدم لهذا الفعل الحياة وكانت نتيجة هذا الحياة أن كان الخير ما هو الخير أن تاب الله عليهما قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من قاسر وعصى آدم ربه فغوى ثم تاب عليه أهدا نعم أحباب الكرام وصلنا معكم في هذه اللحظات إلى فاصل فنخرج فاصل ثم نعود لنتواصل بسم الله الرحمن الرحيم أحبتي الكرام ها قد عدنا إليكم فنعيد الترحيب بشيخنا الشيخ سالم حياك الله شيخنا أحباب الكرام نستقبل اتصالاتكم على الرقم 091 034 991 أو على الرقم 021 334 74005 ونتمنى من أحبتي كرام أن يكون السؤال في نطاق الحلقة حتى يعني نستغل وقتنا بشكل جيد شيخنا تكلمنا عن خلق الحياء عند آدم عليه السلام وكيف أن هذه المعصية الله عز وجل غفرها وتاب عليه لو أننا تكلمنا على موسى عليه السلام هل لديه موقف في الحياء نعم هو موقفين موقف الأول يخصه هو والموقف الثاني يخص بنات الرجل الصالح أو شعيب نعم الموقف الأول يعني ذكرت فيها حديث صحيحة وهو أن بني إسرائيل كانوا يستحمون عرات يرى بعضهم بعض ولكن موسى لم يكشف عورته في حياته فقالوا ربما يكون به مرض أو عاهة كالبرص وغيره فأراد الله سبحانه وتعالى أن يبرئه ووضع ثيابه على حجر فذهب الحجر بثيابه وأخذ موسى يخرج ويقول حجر ثيابي حتى وقف الحجر أمام القوم فرأوا أنه لا عيب فيه هذا المقام الأول وهو يعني أنه كان كثير الحياة المقام الثاني قبل أن ننتقل المقام الثاني شيخنا معنا الحاج يونس أهلا وسهلا بك السلام عليكم مرحبتين حاج يونس أهلا وسهلا بك الله ويقول الله ويقول في الحياة شيء غريب يعني والله ببساطتها وملك سبحان الله بينما نشوف هذه التعديات لأنه هذا محتراب كبير يعني حتى لما كان يفوتوا بحس إنسان كبير حيتينتبوه النساء ولا غيرها وذلك حتى يقول حتى لمس على حاج يقول سيختها هينوقفوا للشرع والشرع يسمع من اثنين هذا يقول فيها حيات والدي وإنها ببساطة واحترام من مدى العلماء ومدى تقديرهم بالدافع الحقيقة الحشمة حتى مرأة 8 سنة تقام ترط وإن حاج وإن حاج تواجز إنسان من يستحضره فإن شاء الله ربي يجعلنا من وإن شاء الله يتفكنا من هالطغوات وعدم احترام الكبير الحقيقة نشوفه فيه مهازد ولكن أنا ما عندي منزيد عليكم إن شاء الله نزيك كير الشيخ سالم إن شاء الله يزيد ذلك مزيد حناتكم إن شاء الله بارك الله بارك الله فيك حاجون ساك الله كل خير على التذكير ونسأل الله عز وجل بارك فيك الموقف الثاني لموسى عليه السلام الموقف الثاني عندما خرج من مصر وجاء إلى مدين وجاء إلى مكان تجتمع فيه الإبل والغنم لتشرب وجد مراتين تذودان ومراتان تذودان تمنعان من غنمهما أن تقترب من المعطن أو مكان الماء فكأنه تعجب قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاة وهنا يبدأ الحياة المرأة لا تزاحم الرجال حتى ولو كان الأمر مهم حتى ولو كان مهم حتى ولو كان في الماء حتى ولو كان في الماء تنتظر وتصبر حتى لا يحصل اختلاط مشين ومسي وكأنه لماذا أنت أنت تخرجنا أصلا ولماذا أتيت إلى هذا المكان كأن هذا السؤال عند من عند سيدنا موسى فأجابت مباشرة وأبونا شيخ كبير وإلا ما جئنا إلى هذا المكان أصلا لو وجدنا من يقضي حوائجنا وهذا كله حتى لا ينخلع ثوب الحياء من المرأة إذا عرف السبب وهنا ماذا يفعل الشاب الغيور أينظر إليها أيتمتع بجمالها أيلقي قصيدة غزلية حتى تسمعها أبداً من صرف مباشرة مباشرة بالكلية وبدأ يملأ الحياظ ويأتي بالغنم فسقى لهما فمن معانيها التعقيب والسرعة دون أي كلام بعد السقي هل حصلت حديث هل حصلت مكالمة هل حصل شكر أبداً ثم تولى إلى الظل وانظر إلى التعبير بكلمة تولى رجع قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير توجه بالدعاء ما هي إلا لحظات حتى قال القرآن وجاءت إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا سبحان الله جاء التكفي لماذا يقول تمشي مدام جاءت انتهى الموضوع صح هل أقول لك أنا جئت أمشي إلا إذا قصدت بكلمة المشي جئت ماشياً على قدمي وليس على السيارة إذا فهمت عرفاً لكن هنا القرآن يريد أن يتكلم عن المشي عن طريقة المشي عن أسلوب المشي عن حركة الرجل على الأرض يريد أن يصفها بوصف ولذلك جاءت كلمة تمشي بعد كلمة فجاءت إحداهما تمشي على ماذا على استحياء هل هناك حياء في المشي نعم فالمرأة حياؤها حتى في مشيتها لماذا لأن المشي حرك لجسم كله وهو مدعاة للشهوة ومدعاة لأن تمرز بعض الملامح فأراد أن يكون هذا الثوب فضفاضا على هذه المرأة مستورا ولذلك هناك نهي ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن نعم معنا الأخ الترافعة انقاطع الاتصال أكمل شيخنا فهنا تمشي على استحياء قالت جاءت كلمة تمشي على استحياء بين فعلين على استحياء جاءت كلمة على استحياء جاءت بين فعلين تمشي وقالت قالت هل على استحياء في مشها أم في قولها في الاثنين فمن وقف على فجاءت إحداهما تمشي على استحياء كان الاستحياء في المش والقرآن قد دعا إليه ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وإذا قال فجاءت إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي أصبحت القول فيه حياء والقرآن أيضا خاطب أمة محمد صلى الله وعلى بل خاطب النساء بذلك فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض إذن هناك حياء في القول بمعنى لا تتكسر في كلامها ولا تحسنه ولا ترققه وكما قال أحد الشعراء الأذن تعشق قبل العين أحيانا المرأة مصانه نعم معنا الأخ ساسي أهلا وسهلا بيك السلام عليكم الشيخ نبارك فيك أنت والشيخ إن شاء الله نزان حسناتكم من قناة طيبة هذه المباركة الله يصنع الله فيك نبارك فيك الشيخ التعقيب على كلام الشيخ معلش إن غرب النسرة على هي تولد فطرة على إنسان طالما هي تحن بها ربي آدم الأخلاق وتتأثر نبينس لها الشيخ تتأثر بالحياة بالمجتمع اللي والد فيه من صغرك عندها تأثيرات ولا هذا الأول والجزء الثاني معلش تندرج تحت الأمم المثل اللي يقولون أن الأمم بأخلاقهم تتندرج تحت الأخلاق هي معرك الله فيك شكرا ومعرك الله فيك أخ ساسي هل لها تأثيرات بالبيئة إذا كانت فطرية إذا حافظنا على الفطرية ولم تنتكس لأن الفطر قد تنتكس فالآن كثير من المجتمعات فطرهم انتكست يعني أصبح عكس الفطرة يسيرون تبقى وتزيد اكتسابا لكن هي تتأثر بالمجتمع ما في شك السؤال الثاني إنما الأمم الأخلاق إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاق هم ذهبوا هو رأس الأخلاق الحياة هي رأسها هي منها ولكن هي رأسها كما أن الرأس من البدن ومن الجسد لا نقول ليس منهم لكن هو أعلىها فالحياة هو من أعظم الأخلاق نعم فجاءته إحداهما تمشي على استحياء هنا لا تتكسر في كلامها لا تتزين في كلامها لا تتملق في كلامها فهنا حياء في القول نعم معنا الأخ عبدالهادي أهلا وسهلا بك أول شيء نقول شيخ سالم إن شاء الله ربي طولنا في عمراء وإن شاء الله يكون نقتدو به لأن رجل العلامة والحقيقة اشتفدنا جدا جدا من ظهور في القناة وبرك الله فيك ونصر الله سبحانه وتعالى نجعله في نجال حسن آمين يا رب العالم بارك الله فيك نحن لسنا إلا طلاب علم يعني نعم بارك الله وفيك على الدعوات الطيبة شيخنا نكمل وهذا آخر اتصال إن شاء الله نكمل في قصة سيدنا موسى عليه السلام نعم ما دامت هي على هذا الخلق العظيم أولا أين الحياء في قولها ذكرها للأب في المجلس الأول وأبونا شيخ كبير وإذا ذكرت إذا ذكرت الفتاة والدها فمعنى ذلك عرضها في مقام عال وحياؤها كبير وذكرته في المقام الثاني وهو مقام الأجر ولم تترك له فرصة حتى يكثر من الأسئلة ما قارت له إن أبي يدعوك لماذا يدعوني وماذا يريد مباشرة ليجزيك أجر ما سقيت لنا ومع ذلك شاب وشابة ذكرت ذكرت اسم والدها في تلك اللحظة في هذا الكلام القليل إن أبي وهنا يزيد الحياة ويضفي على هذه المرأة ثوبا جديدا يستروها فلا يطمع أي شاب في أن يفكر فيها حتى لو لم يكن موسى عليه السلام فما بالك بموسى وأبونا يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لها ألا تستحق هذه الفتاة الزواج من هذا الشاب ربما هي التي تزوجها حتى قالوا أنها في سيرها ما ما كانت أمامها كانت خلفها ومعها شيء من الحصى تلقيه أمامه ليعرف اتجاه الطريق فأنا أريد أن أسأل النساء أنت تقتدين بمن أيتها المرأة أتقتدين بامرأة لوط أم تقتدين بسيدات العري والقبح والتفحش أم تقتدين بسيدات الفساد والانحلال القلق أم تقتدين ببنات هذا الرجل الصالح التي ذكرت في القرآن وبزوجات النبي صلى الله عليه وسلم وقرن في بيوتكنا ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى بمن ابحثي لأن من اختديت به وأحببته ستبعثين معه وستكونين معه يوم القيامة كافرا كان كافرة كانت أم مسلمة تقية أم فاجرة زانية أم محصنة ونقية فعلينا أن نختار نعم هنا شيخنا هذا الحياء ماذا كان ثمنه هل حدث شيء نعم الحياء لا يأتي إلا بخير دائما سيدنا موسى في كل مجالات الحياء لا يأتي إلا بخير فحياء آدم جلب له التوبة بعدما أخذ ورق بالشجم وحياء سيدنا بنات شعيب جلب لهن زوج من هو هذا الزوج نبي الله وكليم الله وهو في مقام التفضيل تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلب الله ما وقل هل كانت تحلم فتاة أن يتزوجها نبي ورسول ما كانت تحلم لكن الحياء لا يأتي إلا بخير لا بد أن يجلب الخير فلذلك تاج المرأة حياءها لباس التقوى هذا هو الحياء ولباس التقوى ذلك خير فأين يخاط هذا الثوب وأين يصنع في أخلاقيات القرآن وأخلاقيات السنة ما هي الصور المعروضة نساء النبي صلى الله عليه وسلم وبنات النبي والفضليات من المهاجرات والأنصار لو أردنا أن نشتري هذا الثوب ونلبسه والله لا يكلفنا كثيرا شيء في النفس اسمه الحياء تأثر النفسي كره للقبائح وحب للفضائل فقط شيخنا على ما سمعنا فإن موسى عليه السلام بسبب هذا الخلق الطيب المبارك بقي عشر سنين في مدين مهرا لهذه المرأة نعم فنريد أن نتكلم عن حياء زوجة أيوب عليه السلام زوجة أيوب عليه السلام عندما باقى بأيوب الأمر وطال به المرض ولم تجد ما تطعمه تخلى عنه كل الناس هذه عادة الناس يتخلون عن المريض ويتخلون عن الفقير ويتخلون عن البائس ويتخلون عن المسكين فماذا فعلت نعم ما قلت حياءها تستطيع بعض النساء يتعللن وخصوصا في الدول الفقيرة يتعللن بفعل الفاحشة أنها لا تستطيع أن تعيش إلا بالزنا ومواخر الفساد وهذه والله علة أقبح من الذنب فماذا فعلت هذه المرأة عفيفة طاهرة نقية ما مدت يدها ولا حاولت أن تتسول وإنما وإنما يعني قصت شيئا من ضفائرها وباعته يقال أن شعرها كان جميل آه وباعته وأخذت مكانه قمحا أو شعيرا وآتت به فتعجب أيوب هذا الطعام الكثير ووضع يده على رأسها فلم يجد الشعر فذكرت له الأمر فغضب وقال لأضربنك مئة صوت مئة جدة سبحان الله ما الذي جعلها تفعل ذلك الحياء هل سيتركها الحياء هكذا أبدا ما الذي جعلها ذلك رحمة بزوجها هل يتركها الله وهو الرحمن الرحيم أبدا واشوف يا أي وأراد أن لا يحن في قسمه فإذا بالفرج يأتي من الله لمن لهذه المرأة التي جللها وكللها الحياء لمن لهذا الشيخ الذي استحى أن يضرب زوجته بعد ما فعلت معه لكنه اليمين في ساعة غضب هو ما أقسم إلا لحبه لها لا يريد أحدا أن يمس شعرها أبدا حتى وهو مقصوص حتى وهو بعيد عنها غيرة ما بعدها غيرة الآن تعرض المرأة شعرها للحلاقين حلاقين النساء والمزينين والمهم وإذا بالفرج لها وأحيانا لغيرها وخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنث خذ مجموعة من العصي أو من الخص مئة واربطها بحبل واضرب ضربة واحدة وكأن العصي كلها شاركت في الضرب ويصبح قسمك صحيح وقد ضربتها وهذا أصل في باب الحيل عند من يراه والأكثرية يقول نبي إلا أن البعض يقول بالتوسع البعض يقول بالتضيق وهذا يسر في الحكم الشرعي ما سببه الحياء صحيح ما سببه الرحمة صحيح ما سببه فض الله على خلقه نعم سبحان الله شيخنا لو أننا يعني نرجع قليلا إلى قصة أيوب عليه السلام فحياء أيوب من الله عز وجل الذي أعطاه الصحة والعافية نعم كيف تأخر في الدعاء صحيح مضى عليه أكثر من سبعة أشر عاما وهو في هذا المرض وعندما قالت له زوجته ادعو الله قال أستحي أنا مضيت في العافية سنين ولم أصل حتى إلى النصف فكيف أدعو سبعان الله يقال أنه كاد رأسانه أن يتوقف عن الذكر هذا هو سبب الدعاء رب إني مسني الضر ولم ينسب الضر إلى الله بل نسب إليه الرحمة وهو في هذه الحالة وفي الآية الأخرى إني مسني الشيطان بنصب وعذاب الإجابة طبعا سريعة أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشرب هذه مدارس فيها من الحياء من الله وفيها من الحياء من الخلق وفيها من الرحمة ومحطات يجب علينا أن نقف عندها المريض يحتاج إلى أن يدخل عيادة أيوب بما فيها من صبر وبما فيها من حياء نعم فيأخذ دواء الحياء ويأخذ دواء الصبر من الصيدلية ويتناولهما فيأتي الشفاء أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب هذا مغتسل بارد وشراب ويقول الحبيب صلى الله عليه وسلم الحياء لا يأتي إلا بخير حبة الكرام ها قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر